اشتركوا في القناة ومن يدعى هؤلاء الجاحدون والمعاندون أي طريق للنقد والتجريح والهجوم إلا وسلكوه وسؤال بديه من أدرى باللغة العربية المشركون من أهل الجزيرة العربية أم المشاككون من دول غير عربية ظن هؤلاء بثقافتهم المحدودة وفكرهم الضيق أنهم قادرون على انتقاد الكرآن الكريم نظروا إلى قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ بيتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين نظر المشاككون لهذه الآية في القرآن الكريم وقالوا أن هذه الآية بها أخطاء نحوية وأخطاء إملائية قالوا أن في قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين خطأ وكان لابد أن تكون الظالمون لأن الظالمون فاعل للجملة الفعلية وهذا اعتراض سخيف لأن في اللغة العربية العهد كما ينال فإنه ينال نسوا أن قواعد اللغة العربية من نحو وبلاغة مأخوذة من الكرآن الكريم ولكن لا بأس فالعلم هو داء الجهل وينال في اللغة العربية لها أكثر من معنى وليس كما يظن هؤلاء أن المعنى الوحيد لينال هو يأخذ فأنا حين أقول نال الإجهاد أحمد أقصد أن الإجهاد أصاب أحمد وبالتالي الإجهاد هنا فاعل وأحمد مفعول به وبكده نظر أن نقول أن معنى لا ينال عهد الظالمين أي لا يصيب عهد الظالمين وهنا هيكون عهد هو فاعل والظالمين مفعول به نظر فقط إلى قواعد النحو ونسوا أن هناك ناحية أجازية وبلاغية في الآية الكريمة فمن هو صاحب العهد؟ صاحب العهد هو الله والله عز وجل يمنح عهد الإمام لمن يشاء من عباده المؤمنين ويمنح عن من يشاء من عباده الظالمين